ابرريل بريك ريليس ده الابرريل المفروض هو دلوقتي في وضع البريك عايز اعمل له ريليس يبقى لما ديت قوم جاي طلع على الفوق كده هتلاقي دي ريليس يعني حاول اعملها لك هي دي المفروض ريليس دلوقتي اهي طرف تحرك ليه لان الحساس دلوقتي اه حاسس ماشي نزلت كده الحساس مش حاسس بقت بريك يعني ايه بريك يعني الكلاتش حاسس الكلاتش اللي هو ده الكلاتش ده اللي هو واحد دلوقتي اكتف ماشي واحد اكتف لما يكون السنسور ده مش حاسس ده هو دلوقتي مش ريليس هو دلوقتي بريك تمام انت هتشوفها برضو من البرنامج اهو البرنامج دي الكي ايه تلاتاشر ده اللي بيروح يدري الكلاتش هو دلوقتي بي اي اربعتاشر وخلينا في اللي فوق بي اي تلاتاشر هو دلوقتي مش حاسس فبالتالي بي اي اربعتاشر متحق عايز تخش اونلاين وتتأكد دخلنا ودلوقتي الكلاتش قافش ليه لان الحساس مش حاسس تمام اول ما الحساس ده يحس بمعنى ان البتاع اللي ورا دي البتاع اللي ورا دي تقوم جاي عاملة كده 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 هو المفهود ريليس ريليس كده تمام ريليس تب دي بتحصل امتى تطلع ازاي كده تطلع ازاي لما ديت لما دي تنزل كده لا كده هو ايه كده هو بريك الحساس مش حاسس كده ريليس ريليس امتى لما داي شد لما داي شد هيعمل ده ريليس عشان يخلي ده يخلي ده ايه يخلي ده يسح انا سحبت شوية لو انا سحبت كده اه لما بيسحب سنة تبقى ايه تبقى ريليس عشان تعرف تسحب شوية غير كده دي بتنزل يبقى شادد يبقى لازم يكون دي مجدودة دائما اتمنىكم فهمت يا راي